تحياتي طبعا بشوفنا الاخبار بتحكي كثير انه ريال مدريد قرر بيع كيلور نافاس الاخبار اللي شوي بكتناقشها بمنطقية اكثر بما تناقشها بس بعواطف بمنطقية انا عندي كورتوا اشتريته جديد اصغر عمرا مستوى لما يكون الدفاع كويس لانه زي ما حكيت في الماضي دفاع ريال مدريد بيخلي اي حارسة بيين سيئ في عقر السنتين بس لما يكون دفاعه كويس بطلع حارس كويس عقده اطوال لضايله واصغط زي ما حكينا فلا بخلي كورتوا ببيع نافاس هذا بالمنطق وهذه مش هون المشكلة ابدا يعني لما ايجي اختار نافاس او كورتوا تمام المشكلة وين المشكلة في انه نافاس من اول يوم ايجا فيه لاخر يوم له في مسيرته والرجل ما شعر بالاحترام يعني فعلا الرجل ما شعر بالاحترام اي حارس يتوفر بصيره دمية كيبة ديخية كورتوا اي حارس موجود بدمية واضح انه بريز مش مقتنع انه نافاس لازم يكون هو الحارس تعاليا مدري الحارس نزل مستوى اخر فترة طبعا ومش هون المشكلة زي ما حكيت اه لو انا حتى بدنا نقرر كلنا بدون عواطف اه من خلي كورتوا من بيع نافاس لانه هيك المصلحة بس المشكلة الكبرى انه هذا الحارس فعلا ظلم ظلم لانه من اول يوم لاخر يوم في مسيرته هو مش عم بيتلقى اي نوع من انواع الاحترام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة